بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذه الجلسة في مجال الطراب طيف التوحد أسعد وأتشرف بتواجدي من خلالها معكم الأستاذ محمد بن أحمد الناصر للحديث بإذن الله تعالى عن بعض المهارات في مادة الرياضيات والتي نقوم بتقديمها لأبنائنا من ذوي الطراب طيف التوحد نبدأ على بركة الله بإذن الله تعالى سيكون عنوان حديثنا في هذه الجلسة التعرف على فئات النقود المختلفة من خمسين ريال وكذلك إلى مئة ريال وكيفية تكوينها حتى من العملات الأخرى إذن التعرف على فئات الأوراق النقدية من خمسين ريال وكذلك مئة ريال مخطط الدرس لدينا استعمال أوراق نقدية مختلفة القيمة هذا هو الهدف لتكوين مئة ريال الهدف استعمال أوراق نقدية مختلفة القيمة لتكوين مئة ريال مهم جدا أن يتعرف على هذه الفئات وكيف يستعملها لتكوين مئة ريال دائما مهم جدا لدينا أن نقول وجود محتوى نعود إليه هو المرجع الأساسي الذي نبني عليها المهارات التي سنقوم بتقديمها أفضل من أني أقوم بارتجال المعلومات وأفقد الكثير منها ولا أتذكر جميع الجوانب المحيطة بهذه المهارة وأفضل كذلك من أن أبحث عبر الإنترنت أو في المكتبات عن مذكرات أو ملازم خاصة بهذه المهارة بالإمكان الدخول على موقع عين الإلكتروني تحميل نسخة الإلكترونية من كتاب الرياضيات الصف الثاني الابتدائي وتحميله وكذلك سأجد هذه المهارة وتقديم هذه المهارات من خلال هذا المحتوى الجميل جدا والرائع الذي يضم جوانب كثيرة من هذه المهارة من خلال تعريف الطالب عليها في البداية ثم عمل أنشطة وتدريبات تجعل الطالب يتعرف على هذه المهارة التي سيتدرب عليها ثم مهارات المتعلقة بالتقويم كذلك تقويم الطالب لأتأكد وأتقن هذه المهارة وعرفها أم لا فمهم جدا الرجوع إلى هذا الكتاب حتى مع ابنائنا من ذوي الضراطي في التوحد في كثير من الأحيان أحتاج إلى طباعة النشاط عدة مرات حتى يتوافق مع قدراته وإمكانياته فمهم جدا رجوع لهذا المحتوى ثم القيام بتحليل هذه المهارة التي نحن نستعرضها دائما خلال جلسة واحدة بما يتناسب مع قدراته وإمكانياته وما ترونه مناسبا ربما يحتاج إلى سبوع ربما يحتاج إلى فصل دراسي لكي يستوعب ويفهم هذه المهارة فتحليل هذه المهارة بالتأكيد يعود إلى المعرفة بقدرات وإمكانيات الطالب من قبل المعلم من قبل والدي الطالب كذلك نستمر إذن لدينا في هذا الهدف الذي هو استعمال أوراق النقدية المختلفة القيمة لتكوين مئة ريال ويتعرف عليها من خلال كذلك الإشارة دائما مهم جدا أن يكون لدي المبلغ المئة ريال يتعرف عليها نشير إليها أعطيه إياها نجعله يتعرف على شكلها في البداية من الأمام الذي تشاهده فيه مثلا الرقم مئة ريال يلاحظه هنا مكتوب مئة ريال وهنا صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله صورة كذلك للمسجد النبوي كل هذه إشارات تقوم بإعطاء الطالب واجعله يتفحصها كذلك أبين لها أحيانا عندما أستعرض مثلا الخمسين ريال ما الذي يشاهده كذلك أن ورقتين نقدية من الفئة خمسين ريال تكون تكون المبلغ مئة ريال مهم كذلك في هذه العملية وفي هذه الخطوات أن أتأكد وأن أشير إلى الطالب أنه في بعض الأحيان ربما لا يستطيع تقدير قيمة هذه المبالغ ربما أقوم بتدريبه على هذه المهارات لكن لا يقدر قيمة المئة ريال وخمسين ريال ويقوم بإتلافها فبالإمكان طباعة نماذج على بطاقات لهذه الأوراق النقدية وتعريف الطالب من خلالها حتى يعرف بعد ذلك ما هي قيمتها ما هي أهميتها وهذه المبالغ من خلالها مثلا نستطيع شراء لعبة مفضلة لك أو بعض الحلويات المفضلة له ويعرف ما هي قيمة هذه الورقة النقدية وأنها ليست ورقة عادية وأنه بهذه المبلغ بهذه الورقة يستطيع شراء بعض حاجيات لها أهمية كبيرة فيجب عليه المحافظة عليها عدم إتلافها يتدرب على التعامل بطريقة صحيحة مع هذا المبلغ عبر هذه النماذج إذا أتقن ولاحظنا أنه يستطيع المحافظة على هذه المبالغ النقدية أقوم بتدريبي بشكل مباشر على نفس المبالغ المادية وأوراق الفئات النقدية الحقيقية بعد أن أتأكد أنه عرف كيف يتعامل معها وأنه ثمن قيمة هذه المبالغ بالإمكان أن أستخدم كذلك كما ذكرنا مجموعة بطاقات ومهم جدا أن أراجع المفردات والمصادر لدينا كذلك بالإمكان أن أستخدم كما أشرنا صور أوراق نقديا من فئة 100 ريال من فئة 50 ريال وكذلك من فئة 10 ريالات ومن فئة 5 ريالات ومن فئة 1 ريال المبالغ النقدية كما ذكرنا من الفئات الأخرى بعد الخمس ريال العشر ريالات الخمس ريالات الريال واحد مهمة جدا كذلك في التدرب على هذه الفئات النقدية لأنه أبين له من خلالها أن هذه المبالغ النقدية مجموعة منها مثلا من 10 أوراق نقدية من فئة 10 ريالات تساوي ورقة واحدة التي هي 100 ريال لأنه سأدرب على أن هذه المبالغ تكون 100 هذه المبالغ عشر ورقات نقدية من فئة 5 ريالات فأنها تكون 50 ريال و أدرب من خلال هذا العرض لهذه المهارة و تدريب على هذه المهارة حتى يستطيع فهمها استعابها و يتعرف على هذه الأوراق النقدية إذن ثم بعد ذلك ما هي الطريقة ما هي طرق التدريس سنشير إليها بإذن الله تعالى في جلساتنا القادمة عن الجوانب التطبيقية ولكن في البداية مهم أن أعرف ما هو مخطط الدرس ما الذي سأقدم لي الطالب بعد ذلك سأقوم بتقديم تدريبات سأوجه الطالب إلى بعض التدريبات التي من خلالها أقوم بمساعدته من خلالها أتأكد أن الطالب أتقن و تعرف على هذه الفئات النقدية عرف 100 ريال و عرف 50 ريال إذا تأكدت بمساعدته في حل بعض الأنشطة و التمارين أقوم بإعطائه بعد ذلك تدريبات يقوم هو بحلها لوحده دون مساعدة من المعلم أتأكد أنه أتقن و تدرب على هذه المهارة ثم بعد ذلك أعمل تقويم من خلاله يكون تقويم نهائي أعرف أنه عارف جميع المفردات التي تدربنا عليها و المتعلقة بال100 ريال و 50 ريال و هذه المهارة من المهارات المهمة التي يجب تدريب الطالب عليها دائما لأنها من المهارات التي من خلالها الطالب يتدرب على المهارات الحياتية اليومية سيعرف كيف يقوم بعمليات البيع و الشراء عندما يريد شراء بعض حاجياته فأنه يستطيع الذهاب و شراء هذه الحاجيات و كما أشرنا في دلسات سابقة أن هذه المهارة تعتبر من أهم المهارات لأنها تتعلق بحجر الأساس معنا دائما نتحدث عنه في برامج التربية الخاصة و أنه بالوصول إلى الطالب بأكبر قدر من الاستقلالية عن الآخرين أنه يستطيع هو تدبير أمري يستطيع شراء حاجياته بدون حاجة لمساعدة الآخرين فهنا تكم أهمية التدرب و التعرف على هذه النقود و فئات المبالغ النقدية و مهم جدا أن يتعرف عليها بإمكان كذلك عندما يصطفى الطلاب في الطابور الصباحي يطلب إليهم أن يعود كل واحد منهم المبلغ الذي معه و الذي معه مئة ريال يرفع يده بالتأكيد أحيانا فيه إذا كان مع طلاب مدمود مع طلابي مع أقران أقرانه الآخرين في الطلاب التعليم العام و الذي قدرات تسمع بذلك فربما أستطيع تطبيق هذا النشاط أما مع ابنائنا من ذوي طلب طيب التوحد بالتأكيد فيه كثير في غالب الأحيان لن أجد طالب يوجد معه مئة ريال ربما المعلم يقوم بإخراج مئة ريال و يقوم بتعريف الطالب عليه من خلال إخراج هذا المبلغ و تعريف الطلاب عليه و إعطائه و كما ذكرنا في بداية حديثنا أن أتأكد أن الطالب يستطيع التعامل مع هذه الفئات و لا يقوم بإتلافها مهم جدا أن يكون يتعرف عليها حتى لا يوجد لدي ربما يقوم بإتلافها فمن خلال البطاقات كما شرنا من خلال البطاقات رسمت عليها هذه الفئات النقدية يستطيع التدرب والإشارة إلى هذه المبالغ وأستبدل هذه المبالغ النقدية التي أشرنا إليها بهذه البطاقات يعني أستبدل المبالغ المئة ريال الخمسين ريال أستبدلها ببطاقات ونماذج لها من خلالها أقوم بتدريب الطالب على معرفة هذه الأوراق النقدية ومن ثم أبين له ما هي أهميتها وأنه يجب علي المحافظة عليها عدم إتلافها ثم إذا تدرب على هذه البطاقات أقوم بإعطاء هذه المبالغ النقدية الحقيقية حتى يستطيع التدرب عليها بالشكل الصحيح بإذن الله تعالى يستمر حديثنا في الجلسات القادمة عن التعرف على هذه الفئات العملات النقدية من خلال بعض الأنشطة والتدريبات نستكمله في حديثنا في جلساتنا القادمة إن شاء الله تعالى حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته